اياكم الله جميعا في دورة اليوم كيف تبدأ في قيود واللي رح نتعرف من خلالها على البرنامج بشكل سريع ومفصل قليل رح نتعرف من خلاله على لوحة المتابعة وبعدها رح ننتقل الى الاعدادات رح نتعرف على الاعدادات العامة اعدادات الفواتير والمستندات التجارية رح نتعرف على طريقة اضافة المستخدمين وشروط الدفع والحقول الاضافية وكيف انها ممكن تفيدني كمراكز تكلفة بعدها رح ننتقل الى قسم المحاسبة ورح نتعرف على شجرة الحسابات والحسابات الاساسية اللي فيها وطريقة اضافة الحسابات رح نتعرف على القيود المحاسبية اليدوية وطريقة اضافة القيود ولو واجهتنا اي صعوبة في معرفة الدائن والمدين او في تسجيل القيد اليدوي رح نلجأ الى القيود السهلة بعد كذا رح ننتقل الى المنتجات والتكاليف رح نتعرف على انواع المنتجات طريقة اضافة كل منتج رح نتعرف على طريقة اضافة اوامر التصنيع رح نتعرف على المشتريات وطريقة اضافة الموردين واوامر الشراء وتحويل امر الشراء الى فاتورة مشتريات او طريقة اضافة فاتورة مشتريات بدون الحاجة الى عمل امر شراء وايضا طريقة اضافة سندات الصرف او سندات الموردين بعدها رح ننتقل إلى المبيعات وزي ما احنا عارفين المبيعات هي مرآة عاكسة للمشتريات فرح نتعرف فيها على طريقة إضافة العملاء وعروض الأسعار فوترة حروض الأسعار أو إضافة فاتورة مبيعات بدون عرض سعر وطريقة إضافة سندات العملاء أو سندات القف واخيرا رح نتعرف على بعض التقرير اللي موجودة فيه برنامج قيود في البداية عندنا لوحة المتابعة ورح توضح لنا حالة الدفعات وفكرتها أنها توضح لفواتير المبيعات وفواتير المشتريات فعندنا هنا الفواتير المعلقة هي فواتير قمت بإصدارها للعملاء ولم يتم سدادها حتى الآن وهي ضمن فترة تاريخ الاستحقاق بمجرد ما تتأخر وتتجاوز تاريخ الاستحقاق رح تصنف كونها فواتير متأخرة فلاحظ عندنا هنا الفواتير المعلقة تساوي المتأخرة فجميع الفواتير هي متأخرة وقد يكون الفواتير المتأخرة جزء من المعلقة بحيث أنه ليس الفواتير المعلقة مبلغ مختلف عن المتأخرة لكن هي تعتبر جزء منها نفس الشيء عندي في فواتير المشتريات الفواتير المعلقة هي اللي أصدرت لي من المورد وهي من ضمن تاريخ الاستحقاق أما المتأخرة فهي التي تجاوزت فترة الاستحقاق أو تاريخ الاستحقاق الإرادات والمصروفات فهي توضح لي إراداتي ومصروفاتي في كل شهر خلال سنة كاملة برسم بياني يوضح أدائي بشكل سريع بالنسبة للعملاء والموردين فهي توضح لنا الفواتير المستحقة والفواتير المدفوعة والفواتير المنشئة مع أعلى خمس عملاء عليهم مستحقات وأعلى خمس موردين لهم مستحقات وآخر شيء عندنا في لوحة المتابعة اللي هو سجل النشاطات فراح يوضح لي أدائي وأداء المستخدمين بحيث أنه يوضح لي هنا إيميل المستخدم والنشاط اللي قام به المستخدم والتاريخ والوقت اللي قام به المستخدم فزي ما قلنا من خلاله أنا ممكن أتبع نشاطي أو نشاط جميع المستخدمين من حذف أو إضافة أو تعديل أو غيره ننتقل الآن إلى قسم الإعدادات وأول شيء عندنا الإعدادات العامة وفي الإعدادات العامة رح يوضح لي هوية المنشئة بحيث أنه نضيف شعار المنشئة اسم المنشئة أو البريد الإلكتروني لها رقم الهاتف العنوان والعملة والرقم الضريبي إذا كنت أنا خاضع للضريبة مع تاريخ التوريد المستخدم في الإقرار الضريبي أنه يكون بتاريخ الإصدار أو تاريخ الاستحقاق أما إذا كانت المنشئة متعاقدة مع جهات حكومية فيتم التفعيل أنه المنشئة متعاقدة مع جهات حكومية وبكذا رح يكون تاريخ التوريد المستخدم في الإقرار الضريبي بناء على الدفعات أو السندات وليس على تاريخ الإصدار أو الاستحقاق عندنا هنا لتفعيل الفاتور الإلكترونية طبقا للوائح السعودية رح نضغط على تفعيل طبعا رح يكون عندنا إمكانية للاختيار بين التفعيل والإيقاف في حال كانت عندنا المنشأة الجديدة زي ما نلاحظ هنا تم تطبيق قوانين الفاتور الإلكترونية على هذه المنشأة بالنسبة للمعرفات الإضافية فهي من متطلبات المرحلة الثانية من الفوتر الإلكترونية أني أضيف أحد المعرفات التالية للمنشأة مثل رقم المجموعة الضريبة أو رقم استجل التجاري أو ترخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية أو ترخيص وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية أو ترخيص الهيئة العامة للاستثمار مع إمكانية إضافة أكثر من معرف الـ API Key للربط مع المتاجر الإلكترونية لو كان عندي متجر إلكتروني فمجرد ما عندي الضغط على الـ New Key رح يكون عندنا هنا الرابط الخاص بالربط مع المتاجر الأخرى تاريخ إقفال الحسابات ومجرد ما نضيف تاريخ إقفال الحسابات مثلا نهاية السنة أو نهاية الربع أو غيره من التواريخ اللي أنا ممكن أقفل فيها الحسابات ما رح يمكنني من إضافة أي عملية سابقة لهذا التاريخ يعني أنا لو عندي الحين فاتورة أبغى أضيفها في تاريخ 30-12 ما رح يسمحني النظام بسبب أني أنا حطيت تاريخ إقفال للحسابات فرح يسمحني من إضافة الفواتير أو أي عملية من تاريخ 1-21-23 إلى تاريخ اليوم أما التواريخ السابقة للتاريخ هذا فما رح يكون عندي إمكانية طيب مثلا أنا قفلت الحسابات في 31-12 وفي واحد واحد أنا ظهرت عندي فاتورة يعني في ثاني يوم في عندي فاتورة ما سجلتها أنا أشأ أسوي أجي هنا عن تاريخ إقفال الحسابات ونحط مزح حتى يتمكن عندي النظام من إضافة الفواتير السابقة بداية السنة المالية تعتمد على عقد التأسيس غالبا تكون في 1 يناير بحيث يكون فيها الإيرادات والمصروفات تساوي صفر بعد ما نحفظ الإعدادات العامة رح ننتقل إعدادات الطباعة العامة وهي اللي نحدد فيها المسافة اللي نحتاجها لرأس وتذييل الصفحة فنحدد الترويسة العليا مع الهامش السفلي نحدد الحالات المسموح بطباعتها بحيث أنه أي حالة حابين أنه يتم الطباعة عندها رح نضغط عليها علامة الصح وأي حالة ما نبقى يكون في عندها إيقونة الطباعة ولا يكون عندها إمكانية للطباعة رح نشيل من عندها علامة الصح بالنسبة لإظهار شعار المنشأ في التقرير لو حابين أنه شعار المنشأ يظهر في التقرير رح يتم تفعيل هذا الخيار بالنسبة لباقي الإعدادات فهي غالبا تكون نفس الآلية ونفس الطريقة ولكن تختلف من مستند إلى آخر فعندنا هنا في عروض الأسعار تقيم عروض الأسعار هل هو قابل للتعديل أو غير قابل للتعديل رقم المعرف QID QTE اللي هو اختصار لقيود كوتشن ابتداء الرقم التسلسلي عندنا هنا لو كانت أنا منشأتي جديدة فالتسلسل رح يبدأ من واحد طيب لو كانت أنا عندي المنشأة عندي فواتير سابقة أو عروض أسعار سابقة وأبغى أستكمل للعروض اللي موجودة عندي أو الفواتير فبالتالي أنا رح أحط الرقم المكمل يعني أنا آخر عرض سعر عندي مثلا كان 900 رح يبدأ الرقم التسلسلي هنا من 901 وهكذا طبعا لو نلاحظ عندي هنا في فواتير المبيعات ما في إمكانية للتعديل الترقيم وذلك بسبب تفعيل فاتورة الإلكترونية لتطبيق قوانين الهيئة أنه يمنع التلاعب في ترقيم الفواتير فبالتالي يفضل أنه نجي نكمل إعداداتنا فنحط إعدادات فواتير المبيعات نحط الترقيم اللي نحتاجه وآخر شي نروح نفعل فاتورة الإلكترونية طبعا عندنا هنا الملاحظات وشروط والأحكام واللي نقدر من خلالها نسجل سياسة الاستبدال والاسترجاع ونحط رقم الأيبان أو أي شروط معينة حابين نضيفها للفواتير وطبعا هي قابلة للتعديل لو في حال بستثني عميل معين بشرط معين نكون عندنا إمكانية للتعديل عدد الأيام لتذكير العميل لو فعلت هنا البريد الإلكتروني التلقائي نسجل عدد الأيام حتى يصل إيميل تذكير للعميل بوقت السداد بالنسبة لي تصميم الفاتورة عندنا نوعين من التصميم التصميم الافتراضي والمصمم الجديد والتصميم أو عفوا الفاتورة عندنا نوعين من الفاتورة الفاتورة الضريبية والفاتورة الضريبية المبسطة فالفاتورة الضريبية هي الفاتورة اللي تنشأ بين منشأتين بي تو بي انفويسيس لها رقم ضريبي أما الفاتورة الضريبية المبسطة لما تكون من منشأة إلى عميل بحيث أنه يكون هذا العميل ليس لديه رقم ضريبي ولا خاضع للضريبة نشوف مع بعض الفرق بين المصمم الجديد والتصميم الافتراضي رح نستعرض التصميم الافتراضي في فواتير المشتريات رح يكون عندنا هنا إمكانية للتعديل على التنسيق الافتراضي يكون عندنا هنا إعدادات الطباعة العامة في رأس الصفحة والأكواد اللي نضيفها للفاتورة الأعمدة اللي حابين أنها تظهر لنا وأخي شيء عندي في أسفل الصفحة ممكن نضيف الأحكام والشروط نستعرض مع بعض أو نشوف لما نحمل نبوذج للتصميم الافتراضي الشكل الافتراضي عندنا يكون عندنا هنا شعار المنشأة هنا فاتورة مشتريات أو نوع الفاتورة المشتريات عندي هنا اسم العميل والرقم الضريبي له هنا الحالة والرقم الفاتورة وتاريخ الفاتورة عندي هنا جدول للمنتجات وآخر شيء عندي هنا إجمالي الفاتورة في حال أنا فتحت على تجربة المصمم الجديد رح يكون عندي هنا ورقة A4 نقدر نسوي التصميم اللي احنا نبغى أو كمان ممكن نختار اللغة نقدر نختار أحد القوالب اللي موجودة عندنا ونعدل عليها عندنا كمان حجم الصفحة A4 أو A5 أو 80 ملي وآخر شيء عندنا الاتجاه هل هو عمودي أو أفقي نستعرض مع بعض فاتورة مبيعات مصممة نلاحظ عندنا هذا التصميم تم تصميمه في دورة سابقة فلو حابين نطلع عليه عندنا هنا لموافقة متطلبات الفاتورة الضريبية يجب إضافة البنود التالية هذه لوحة إرشادية توضح لنا أش هي المتطلبات للفاتورة الضريبية فاللاحظ عندنا هنا نوع الفاتورة تاريخ الإصدار المعاملات الخاصة تاريخ التوريد المرجع وقيمة الضريبة صورة QR code والمجموع عندي هنا اسم المنشأة الرقم الضريبي العنوان الرقم الضريبي للمجموعة من متطلبات المرحلة الثانية بالنسبة للجهة اسم العميل العنوان الفوترة والرقم الضريبي والرقم الضريبي للمجموعة في تفاصيل المنتج أهم شيء عدي اسم المنتج بالعربي عندي هنا في الصفوف سعر الوحدة والخصوم الضريبة والكمية وقيمة الضريبة عشان ننضيف أي كود من الأكواد اللي موجودة زي ما نلاحظ احنا عند العلامة الصح لأنه تم مستوفي جميع الشروط في حال مثلا عندنا هنا نوع الفاتورة لو أنا سجلت نوع الفاتورة بشكل يدوي يعني مثلا كتابت فاتورة ضريبية اللي هو نوع الفاتورة زي ما نلاحظ عندي هنا رح يكون عندي علامة X على نوع الفاتورة بحيث أنه يعني يوضح لي أنه هذا الشرط ما هم موجود في الفاتورة طيب أنا بغضي في الأكواد إيش أسويه نجي هنا نضغط على علامة المزيد كل ما يخص المنشأة موجود عندي هنا من اسم المنشأة الشعار العنوان رقم المجموعة المعرفات الإضافية الرقم الضريبي والبريد الإلكتروني المنشأة والهاتف كل ما يخص العميل موجود في الجهة من اسم هاتف بريد إلكتروني الرقم الضريبي عنوان الفوتر والشحن المعرفات الإضافية واسم المنشأة اللي يشتغل فيها العميل في التفاصيل المستند عندي نوع المستند المرجع الحالة تاريخ الإصدار والاستحقاق والتوريد الموقع والوصف المبلغ المستحق الإجمالي قبل الضريبة وقيمة الضريبة والمجموع وهذا ما يخص الفاتورة ككل اللي موجود عندي هنا أيضاً عندنا هنا شروط والأحكام الـ QR code ونوع الفاتورة والمعاملات الخاصة في الصفوف عندنا الرقم الصف سعر الوحدة والكمية نوع الوحدة والضريبة والخصم والإجمالي قبل الضريبة والمجموع هذا على مستوى الصف اللي موجود عندي هنا بحيث أنه يكون على المنتج الواحد فقط في تفاصيل المنتج هذا ما يخص خانة المنتجات في جدول المنتجات بعد كذا عندنا اليوم والوقت والحقول الإضافية اللي يتم إضافتها بكل شخص مختلف بناء على المتطلبات اللي هو يحتاج إضيفها في الحقول الإضافية هذا بالنسبة لتصميم الفاتورة ننتقل الآن إلى المستخدمين ولإضافة مستخدم جديد لازم نمر بثلاث مراحل الأول مرحلة نقوم بإضافة موقع وذلك من قسم المنتجات والتكاليف راح نقوم بإضافة موقع جديد نستعرض أحد المواقع اللي موجودة عندنا طبعاً نضيف الاسم بالعربي وبالانجليزي نختار حساب المخزون طبعاً كمنشأة جديدة ما راح يكون فيه غير حساب واحد اللي هو حساب المخزون لو أحد يحاب يضيف مخزون آخر راح يكون فيه شجرة الحسابات تحت الأصول المتداولة بعد كذا عندنا تفاصيل العنوان اسم الشارع الرمز البريدي المنطقة رقم المبنى المدينة والدولة بعد ما يتم إضافة الموقع وحفظ الموقع راح ننتقل إلى المستخدمين مرة أخرى ونروح للمرحلة الثانية اللي هي إدارة المناصب وإنشاء منصب جديد نحط المنصب في مثلاً قسم المشتريات أنا ما عندي منصب لقسم المشتريات بعد ما نضيف المنصب راح نحدد الصلاحيات الخاصة بقسم المشتريات أي مستخدم نضيفه تحت قسم المشتريات راح يكون عنده إمكانية للإطلاع أو إنشاء أو حذف أو الموافقة على الخدمات اللي موجودة عندنا هنا طبعاً بناء على تحديد الصلاحيات من عندنا فيما يخص المبيعات هذا المبيعات مثلاً معدن نقل المخزون وجرد المخزون أنا أبغى يكون خاص بقسم المشتريات فيكون عندهم هنا الإطلاع وإنشاء نقل المخزون وجرد المخزون عندنا هنا بالنسبة للمشتريات الموردين عندهم إمكانية للإطلاع وإضافة أو فقط الإطلاع الموردين وأوامر الشراء الإطلاع والإضافة الفواتير الإطلاع والإضافة الإشعارات المدينة نفس الشيء وسندات الموردين عندنا هنا بالنسبة لشراء أصل ثابت عندهم إمكانية للإطلاع والإضافة الرواتب يخص المحاسبين التقارير بعض التقارير راح نضيفها لهم مثلاً ملخص المبيعات والمشتريات عندي أيضاً مثلاً في كشف الحساب عشان يكون عندهم إمكانية لعمل كشف حساب للموردين أو أنا مثلاً ما أحتاج أعطيهم كشف الحساب نعطيهم هنا أعمار أوامر الشراء أيضاً عندنا تقارير الإشعارات المدينة الضريبية وتقارير فواتير المشتريات الضريبية طبعاً الصلاحيات هنا تختلف من كل منشأة إلى أخرى فلا يعني الصلاحيات اللي أنا أعطيها بالضروري تكون في كل قسم مشتريات بالشكل هذا أيضاً عندنا هنا الأصول الثابدة والمحاسبة والإعدادات ما راح أعطيهم أي صلاحية بعدها راح نسوي حفظ وراح يتم إضافة قسم جديد لهو قسم المشتريات بكذا راح ننتقل إلى الخطوة الأخيرة أو المرحلة الأخيرة لإضافة المستخدمين وهي إضافة المستخدم راح نضيف اسم المستخدم اسم الأول الاسم العائلة رقم الجوال البريد الإلكتروني بعد كذا يقول لنا أحدد المنصب فإحنا هنا نختار المنصب اللي إحنا نبغى نضيف هذا المستخدم له نقول قسم المشتريات في المواقع راح يظهر لنا المواقع إحنا نبغى نضيفه على المركز الرئيسي الحسابات المسموح الدفع والاستلام بها لو كان عنده نقطية في الخزينة باسم هذا الموظف كان نضيفه لكن ما عنده لأنه لسه جديد فإحنا راح نختار فقط بعض البنوك مثلا عندي بنك الراجح وبنك البلاد وبنك الأهلي صفر واحد بعد كذا إذا كان هذا مستخدم تطبيق نقاط البيع راح نفعل مستخدم تطبيق نقاط البيع وبعدها راح نسوي حفظ وبكذا راح يتم إضافة المستخدم الجديد من ضمن المستخدمين اللي موجودين عندنا طيب هذا بالنسبة للمستخدمين بالنسبة لشروط الدفع وطبعا فكرتها أنها تسمح لي بإضافة أي شرط دفع لعمل أو لتحديد تاريخ الاستحقاق فبالتالي أنا لو عندي تاريخ الإصدار اليوم تاريخ الاستحقاق بعد يومين فرح يكون عندي أو عفوا عندي شروط الدفع عنها بعد يومين فبيكون عندي تاريخ الاستحقاق في ثلاثين ثلاثة بدلا من أن يكون اليوم طريقة إضافة شرط دفع جديد نحط إنشاء شرط دفع نحط شرط الدفع وعدد الأيام قبل الاستحقاق اللي نستعرض عندنا هنا شرط الدفع عدد الأيام قبل استحقاق الدفع والوصف بعدها رح نقوم بالحفظ وبكذا رح يتم إضافة شرط الدفع آخر شيء عندنا في الإعدادات اللي هي الحقول الإضافية وزي ما قلنا أنه من خلالها نقدر نضيف أي يعني أو نخصص قيود حسب الحاجة ونقدر نستفيد منها كمراكز تكلفة فالخدمات اللي نقدر نضيفها عندنا هنا أوامر الشراء فواتير الشراء العملاء القيود اليدوية المنتجات الموردين فواتير المبيعات وعروض الأسعار أنواع الحقول عندي أنا عدة أنواع النص عدد عشر عدد صحيح زمن خانة اختيار والتاريخ بعد كذا رح نضيف اسم الحقل مثلا عندنا اسم البائع واسم المندوب فاتورة أمر الشراء من العميل نوع الصيانة رقم العقد المنطقة فيختلف من شخص إلى آخر والحقول الإضافية اللي يحتاجها ويحتاج يحلل بناء عليها فهنا رح يظهر معنا الحقول الإضافية وطبعا حسب الخدمة اللي أنا أحطها الحقول الإضافية رح تظهر معنا هذا بالنسبة للحقول الإضافية رح ننتقل إلى المحاسبة ونتعرف على شجرات الحسابات في شجرة الحسابات عندنا خمس حسابات رئيسية اللي هي الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصاريب طبعا أول حسابات تابعة المركز المالي وآخر حسابين لقائمة الدخل كل مستوى أو بين كل مستوى وآخر رح يكون فيه تفريع أكثر رح يكون فيه مسافة بين المستوى الأول والثاني واختلاف في الترقيم فعندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تحت الأصول اللي هو واحد رح يكون عندي واحد واحد وواحد اثنين تحت الالتزامات عندي اثنين واحد واثنين اثنين طيب لو أفرع أنا إلى المستوى الثالث رح يكون عندي تفريع أكثر فتحت الأصول المتداول اللي هي واحد واحد عندي واحد واحد صفر واحد وصفر اثنين وصفر ثلاثة وهكذا إمكانية للتفريح حتى المستوى السابع فاللاحظ عندنا هنا المستوى الأول، الثاني، الثالث، الرابع، والمستوى الخامس فبين كل مستوى ومستوى مسافة واختلاف في الترقيم عندنا ثلاث طرق لإضافة حساب جديد عندنا اللي هي الطريقة الأولى، إضافة حساب اللي موجودة في الأعلى فنضغط على إضافة الحساب، نختار الحساب الرئيسي فإحنا مثلاً لو نختار الأصول المتداولة، نختار نوع الحساب مثلاً النقدية وما في حكمها أو مثلاً المخزون، فلما نحدد من المستوى الثالث وما بعد فإحنا لو نحط مثلاً النقدية في الخزينة، زي ما نلاحظ، راح يكون نوع الحساب ينأخذ بشكل تلقائي بعدها راح نضيف الحسابات، مثلاً راح نضيف لي المستخدم الجديد اللي هو cash on hand عندنا للموظفة هنادي نسجل اسم بالعربي، عندنا هنا النقدية في الخزينة للموظفة هنادي بعد كذا الرمز راح ينأخذ بشكل تلقائي، لو عندنا وصف احنا ممكن نقول هذا حساب يمكن الموظفة هنادي من الدفع والاستلام من خلاله بعد كذا هل يمكن دفع التحصيل بهذا الحساب؟ نعم، فنضغط على هذا الخيار ونحط حفظ بكذا راح يتم إضافة الحساب اللي هو النقدية في الخزينة للموظفة هنادي وأخذ الرقم التسلسلي للحسابات اللي موجودة وصار تحت النقدية في الخزينة طيب، الطريقة الثانية اللي هو مثلا استيراد الحسابات أو إضافة حساب من خلال علامة الزائد اللي موجودة عندنا هنا مثلا عندنا العهد النقدية، أبغى أضيف حساب جديد، راح نضغط على علامة الزائد، نحط هنا الموظف عبدالله، ويمكن الدفع التحصيل بهذا الحساب وبعدها متابعة، وكذا راح يتم إضافة حساب جديد اللي لاحظ عندنا هنا تحت العهد النقدية، عهد النقدية لإمشاء المحمد، عهد النقدية لقسم المشتريات عندي هذول الموظفين تحت قسم المشتريات، وعهد النقدية للموظف عبدالله طيب، الطريقة الثالثة زي ما قلنا اللي هي استيراد الحسابات، فنجي هنا عند استيراد الحسابات نقوم بتحميل بصيغة الأكسل، نحط عدد الحسابات اللي نبغى ننزل النموذج لها، بعدها تنزيل النموذج نفتح على الحساب ونقوم بإضافة الحسابات طبعاً إحنا راح نحتاج شجرة الحسابات، فبالتالي راح نرجع إلى نفس الصفحة ونروح إلى قسم المحاسبة، ونفتح على شجرة الحسابات عشان نضيف الحسابات اللي حابين نسوي لها استيراد مثلاً عندنا هنا أبغى أضيف حساب بنك جديد بالنقدية في البنك، نستعرض حساب النقدية في البنك عندنا هنا نوع أو الرمز للحساب الأساسي، عندنا إحنا استعرضنا بنك البلاد، أنا أبغى أستعرض اللي هو النقدية في البنك فعندنا زي ما نلاحظ النقدية في البنك، ندري اشتحته عدة حسابات، أنا أبغى أضيف حساب جديد مثلاً لبنك الأنمو فعندنا هنا الرمز 1102، نرجع هنا لإستيراد، ونروح عند الحساب الرئيسي الرمز ونسجل 1102 طيب، الرمز الجديد للحساب الجديد، عندنا هنا الرمز 1102، 01، 02، 03، 04، إذن رح يأخذ 1102، 05، فنحط 1102، 05 بعدها نسجل الإسم بالإنجليزي وبالعربي، عندنا هنا الإنماء بنك، نسجل بالعربي، بنك الإنماء، المستوى طيب، إحنا عشان نعرف المستوى ويكون في المستوى الصحيح، نرجع لشجرة الحسابات، عندنا هنا المستوى الأول، الثاني، الثالث، إذن هو في المستوى الرابع إذن نرجع هنا للمستوى ونحط الرابع، نختار نوع الحسابات، طبعاً هو حساب بنك، لكن نتأكد لازم يكون نوع الحساب نفس الحساب الرئيسي فعندنا هنا الحساب الرئيسي، أش هو نوع الحساب؟ حساب البنك بعد كذا عندنا الوصف لو حابين نسجل، نقول إنه عبارة عن حساب تنظيمي هل يمكن يدفع التحصيل بهذا الحساب؟ لا، لأني رح أضيف تحته حسابات أخرى طيب، الآن أريد أن أضيف حساب تحت حساب بنك الأنمى هذا فالحساب الرئيسي للرمز، اللي هو 11-0205، أنا ممكن أسوي له نسخ ونسخ، بعد كذا عندنا هنا رح نسجل الرمز اللي هو 11-0205-01 كمان رح نضيف حساب ثاني، 11-0205-02 رح نسجل عندنا هنا بنك الأنمى، بعدها رح نقول 0-1 وعندنا هنا أيضاً بنك الأنمى 0-2 نسجلها بالعربي بنك الأنمى 0-1 وبنك الأنمى 0-2 المستوى بما أنه هذا المستوى الرابع، إذن هو بيكون في المستوى الخامس رح نسجل هنا نفس الرقم 11-0205، اللي هو الحساب الرئيسي كلها رح تكون حسابات البنك ويمكن الدفع والتحصيل بهذا الحساب طيب، أنا أبغى أضيف حساب آخر مختلف عن حساب البنك ما عندنا مشكلة، رح نرجع لشجرة الحسابات رح أفتح تاب جديد لشجرة الحسابات ونشوف مثلاً عندنا القروض قصيرة الأجل قروض قصيرة الأجل في الالتزامات فعندنا هنا قروض قصيرة الأجل نستعرضها مع بعض فعندنا هنا قرض قصيرة الأجل بنك الراجحي والبلاد والأهلي أنا أبغى أضيف قرض قصيرة الأجل للبنك الإنمى بما أني الآن أضفت بنك الإنمى فعندنا هنا الرمز 2-1-0-4 فنرجع هنا ونقول 2-1-0-4 بعد كذا رح نسجل اللي هو قرض قصيرة الأجل عندنا هنا اللي هو شارت تير بعدها نقول الأنمى بنكي نسجل هنا قرض قصير الأجل بنك الإنمى بنك الإنمى المستوى نرجع لشجرة الحسابات 1-2-3-4 في المستوى الرابع الحساب الرئيسي اللي هو 2-1-0-4 عفواً إحنا سجلنا هنا هذا غلط إحنا نسجل هنا 2-1-0-4 فإحنا هنا رح يكون اللي هو الحساب الجديد 2-1-0-4-0-4 بعد كذا نختار نوع الحساب اللي هو عبارة عن قروض قصيرة الأجل وهل يمكن دفع التحصيل بهذا الحساب رح نقول لا رح أكتفي بهذه الحسابات نقوم بحفظ الملف بعدها نرجع لصفحة الاستيراد ونختار الملف نقوم باختيار اللي هو account upload template آخر شيء بعدها نسوي import سيقوم النظام برفع الملف طيب نرجع لشجرة الحسابات ونشوف الحسابات إذا تم إضافتها نحدث عندنا هنا الصفحة ونشوف عندي النقدية في البنك تم إضافة بنك الإنما وتحته بنك الإنما 0-1-0-2 نفس الشيء عندنا هنا بالنسبة للقروض عندنا تم إضافة قرض قصيرة الأجل لبنك الإنما جنب القروض زي ما نلاحظ بنفس المستوى نتأكد كمان في شجرة الحسابات عندنا هنا النقدية في البنك عندي هنا بنك الإنما ويندرج تحته حسابين وعندي في الالتزامات القروض قصيرة الأجل عندنا هنا قرض قصير الأجل بين كل إنما يندرج تحت قروض قصيرة الأجل مثل باقي الحسابات هذا بالنسبة لطريقة إضافة حساب لو حابين نسوي تصدير للحسابات فعندنا إحنا ممكن أن نصدر الحسابات بصيغة الأكسل نضغط على تصدير الحسابات وكذا رح يتم تصدير جميع الحسابات بصيغة الأكسل رح يظهر معنا الرمز اسم الحساب، النوع، الوصف والرمز للحساب الرئيسي وهل يمكن الدفع والتحصيل من هذا الحساب لو حابين نحملوا PDF في تم الضغط على التحميل PDF بعد كذا رح يتحمل معنا شجرة الحسابات PDF نفس الشيء عدنا الرمز، الاسم، النوع، الوصف، رمز الحساب الرئيسي وهل يمكن الدفع والتحصيل بهذا الحساب أو لا عندنا هنا الأرشفة الحسابات والتعديل السريع طبعا فكرة التعديل السريع أنه عندنا إمكانية لتغيير الرمز أو اسم الحساب بضغطة زر أو الوصف أيضا عندنا إمكانية للتعديل بشكل سريع بالنسبة لأرشفة الحسابات وفكرتها أني لو أرشفت أي حساب من الحسابات اللي موجودة رح يكون موجود عندنا هنا يعني مثلا عندنا النقدية في الخزينة أنا أضفت المستخدم لكن لسه أنا ما أبغاها تستخدم الحساب هذا أو عندنا هنا أو مثلا مستخدم من المستخدمين اللي موجودين سابقا رح ياخذ إجازة وحابين أن أرشف الحساب رح يظهر عندنا هنا أرشفة فعندنا هنا رح يتم أرشفة حساب النقدية في الخزينة للموظفة سارة وكذا رح ينتقل إلى الأرشيف وزي ما اللحظ عندنا هنا ما في النقدية في الخزينة للموظفة سارة فبالتالي أي من الموظفين ما رح يقدر يستخدم هذا الحساب لأن هذا الحساب خاص بالموظفة هذه والموظفة هذه مثلا في إجازة طيب رجعت هذه الموظفة حابين نسترجع هذا الحساب فنروح إلى أرشفة الحساب وبعدها راح يتم الضغط على تنشيط الحساب وبكذا راح ينتقل إلى شجرة الحسابات في مكانه الصحيح مثل ما نلاحظ عندنا هنا طيب لو كان عندنا مثل الموظفة اللي أضفنا لها حساب محابين أننا تستخدم الحساب زي ما قلنا أو غيره فعندنا هنا بما أنه الحساب جديد النقدية في الخزينة الموظفة هذه راح يكون عندنا إمكانية للحذر إذن متى مكان الحساب عليه عمليات راح يكون عندي فقط إمكانية للأرشفة ومتى مكان الحساب جديد راح يكون عندي إمكانية لحذر هذا الحساب هذا بالنسبة للأرشفة أو الحذر طبعا عندنا هنا إمكانية لإضافة حساب عرض حساب التحديل على الحساب أو نقل حساب مثلا حين أنا عندي هنا العهدة النقدية الموظف عبدالله الموظف عبدالله من ضمن موظفين قسم المشتريات وأنا أبغى يكون تحت العهد النقدية لقسم المشتريات وليس تحت العهد النقدية كاملة فأنا أبغى يكون هنا فنسوي نقل للعهد النقدية راح نيجي هنا نضغط على إيقونة النقل نختار الفرع الرئيسي اللي هو العهد النقدية لقسم المشتريات فعندنا هنا عهد نقدية قسم المشتريات راح نضغط عليها طبعا نوع الحساب نأخذ بشكل تلقائي راح نسوي متابعة وزي ما نلاحظ راح يتم نقل الحساب إلى تحت العهد النقدية لقسم المشترعي لكن عندنا زي ما نلاحظ الرمز ما أخذ نفس الرمز اللي موجود عندنا هنا فاحنا نحتاج نعدل على الرمز هذا راح ننسخ الرمز اللي موجود عندنا هنا وراح نضغط على تعديل على حساب عهد النقدية الموظف عبدالله وراح نعدل هنا ونحط بدأ صفر اثنين يكون صفر ثلاثة عشان ياخذ الرقم التسلسل التالي راح نسوي حفظ وبكذا راح يتم التعديل على هذا الحساب نلاحظ عندنا هنا العهد النقدية عندي عهد نقدية لمشاعل محمد وعهد نقدية لقسم المشتريات عندنا هنا صفر واحد وصفر اثنين تحت صفر اثنين راح يكون عندي عهد نقدية لموظف محمد والموظف إبراهيم والموظف عبدالله وبنلاحظ عندنا هنا الرقم التسلسلي صحيح هذا بالنسبة لنقل الحساب والتعديل عليها وبالنسبة لشجرة الحسابات راح ننتقل إلى القيود المحاسبية اليدوية وطبعاً عندنا هنا إمكانية لإضافة قيد يدوي أو أرصده افتتاحية نشوف عندنا القيود اليدوية راح نحط الوصف مثلاً قيد إيجار مقدم التاريخ راح يكون بتاريخ اليوم الموقع مثلاً راح يكون على الحساب المركز الرئيسي نختار الحساب عندنا هنا إيجار مقدم للفروع الرياض عندنا هنا المركز الرئيسي بعد كذا راح نقول مدين مثلاً بـ 12500 عندنا هنا إيجار الحساب الدائم راح يكون حساب البنك عندنا هنا بنك الأهلي 01 ورح يكون عندي دائم بـ 12500 وعندنا هنا راح يكون إيجار مقدم عن الفترة من 1-4 إلى 30-6 فنسجل عندنا الوصف ترتيب البنود عندنا المدين ثم الدائم أو الترتيب الأصلي لها بعد كذا عندنا هنا في المعلومات الإضافية ممكن نضيف المشروع أو نضيف الحقول الإضافية اللي احنا أضفناها كمان عندنا إمكانية لإرفاق أي شيء في القيد اليدوي بعدها راح نسوي حفظ وبكذا راح يتم إضافة قيد يدوي جديد للإيجار المقدم طيب لو احنا حابين ننضيف أرصد افتتاحية راح نضغط على أرصد افتتاحية نختار نوع القيد هل هو حسابات أو منتجات وتكاليف أو أصول ثابتة أو العملاء أو المردين مثلا أبغى أضيف للمنتجات وتكاليف نضغط على الأرصد الافتتاحية التاريخ يكون في نهاية السنة عشان يظهر معيك رصيد افتتاحي في بداية السنة ونختار الحساب الرصيد الافتتاحي على الأرصد الافتتاحية نختار الفرع مثلا عندي الرياض فرع الندى نختار المنتج مثلا عندنا هنا حليب والقيمة المتوسطة مثلا عندنا هنا بريال ونص الكمية مثلا عشرة نحبي ننضيف المزيد راح ننقطع على إضافة المزيد راح نكتفي بالشكل هذا ونسوي متابعة وبكذا تم إضافة الأرصد الافتتاحية للمنتج اللي اخترنا هذا بالنسبة للقيود المحاسبية اليدوية طيب بالنسبة للقيود السهلة زي ما قلنا لو كان عندنا قيد ومعارفين نسجل القيد نلجأ للقيود السهلة إنشاء قيد سهل نختار نوع القيد هل تحركات أموال ولا إضافة رأس مال أو إهلاك أصل ثابت أو سحب المالك أو توزيع أرباح أو محاسبة الرواتب مثلا عندنا هنا تحركات أموال مثلا عندنا مبلغ في النقدية وحبين نسوي له إيداع إلى البنك نختار تحركات أموال يقول لي أش الحساب اللي نقصت منه الأموال طبعا نقص من النقدية في الخزينة بحيث أنه هذا الموظف شال الفلوس اللي في النقدية وبيحطها في البنك فبالتالي الحساب اللي زادت فيه الفلوس هو البنك بنك البلاد مثلا كم القيمة عندنا مثلا عشر ألاف ريال التاريخ طبعا تاريخ اليوم ممكن نسجل الوصف نضيف المرفقات يعني مثلا نضيف صورة الإيداع وبعدها نسوي متابعة وبكذا رح يتم إضافة القيد السهل بنفس الوقت رح ينعكس على القيد يعني بشكل صحيح بحيث أنه المدين رح يكون مدين والحساب الدائن رح يكون دائن هذا بالنسبة للمحاسبة ننتقل لي المنتجات والتكاليف ورح نتعرف على أنواع المنتجات عندنا خمس أنواع من المنتجات نوع منتج الذي يباعه ويشترى بنفس حالة الأصلية وممكن يكون مخزون أو غير مخزون مثل باقات الشحن والتوصيل المنتج المجمع هو المنتج اللي يتكون من عدة مواد أولية أو من عدة منتجات أو قدمات ويتم تصنيعه في أوامر التصنيع المواد الأولية هي المواد التي تدخل في تجميع المنتج المجمع ولا يمكن بيعها فقط يتم شراءها وإضافتها للمنتج المجمع الخدمة أي خدمة ممكن تقدمها تقدمها المنشأة مثل دراسة الجدوى المحامة الاستشارات الهندسية وغيرها أما المصروف فهي المصاريف الخاصة بمنشأتي مثل مصاريف الكهرباء الماء الأدوات المكتبية كلها يتم تعريفها في البرنامج كمصروف بعدها يتم شراءها بفاتورة مشتريات وراح تنعكس على الحساب المصروف اللي يتم إضافته ووقت إضافة المصروف نشوف مع بعض المنتجات والتكاليف وعندنا هنا إمكانية لإضافة أصناف للمنتجات وحدات القياس تصدير المنتجات أو استيرادها أو إنشاء المنتجات طبعا عندنا إمكانية لمشاهدة تحركات المخزون أو جرد ونقل المخزون طبعا لو حابين نسوي استيراد المنتجات يجب أولا إضافة أصناف المنتجات أو وحدات القياس فنشوف مع بعض طريقة إضافة أصناف المنتجات عندنا هنا جميع الأصناف موجودة عندنا نستعرض أحد الأصناف عندنا مثلا عندنا هنا المشكوبات أو الدرينكس اسم الصنف الوصف والصنف الأساسي بما أنه لا يندرج تحت أي صنف ما رح نختار هنا صنف أساسي نسوي حفظ إذا كان يندرج تحت بعض الأصناف رح يتم اختيار الصنف الأساسي له بعدها نسوي حفظ وراح يتم الحفظ زي ما اللاحب عندنا هنا الأثاث المصنع يندرج تحت الأثاث فأحنا نقدر في الصنف الأساسي نبحث بالأثاث وراح يظهر معنا الأثاث المصنع والأثاث الجاهز كمان ممكن نحط عندنا هنا الأطعمة وكون عندنا هنا الأجبان البقليات شكولاتة الفواكه كلها تندرج تحت صف الأطعمة وهكذا بالنسبة للتصنيف نفس الشي عندنا بالنسبة لوحدات القياس فنشوف عندنا هنا وحدات القياس لازم كمان نضيفها قبل الاستيراد فنشوف وحدات القياس عندنا هنا نستعرض مع بعض الوحدة عبارة عن جرام طريقة عرضها اللي هو اختصار لجرام اللي هو حرف الجيم نوع الوحدة ممكن احنا نختار نوع الوحدة ان يكون وحدة قياس او وزن او ساعة عمل او طول او مسافة وبعدها راح يتم اضافة وحدات القياس هذا بالنسبة لوحدات القياس واصناف المنتجات بعد كذا احنا ممكن نسوي استيراد المنتجات راح يكون بنفس الطريقة اللي هو لي استيراد الحسابات نحمل بصيغة الأكسل نحدد عدد الحسابات او عدد المنتجات اللي بنسوي لها اضافة بعد كذا راح نقوم بتحميل بصيغة الأكسل ونقوم بالاضافة الرقم التسلسلي ممكن يكون عندي هنا الرقم التسلسلي بشكل عشوائي او بناء على الرقم التسلسلي انا استخدمه بعد كذا راح نضيف مثلا عندنا هنا مثلا دقيق دقيق البر ممكن نسجل الوصف او لا هل المنتج مخزون نعم وحدة القياس راح نختار من الوحدات اللي موجودة عندنا هنا وعندنا احنا مثلا بالوحدة الواحدة الصمف نفس الشي راح نختار من الاصناف اللي موجودة مثلا راح نقول من خلال او صمف الاطعمة طبعا عشان كذا احنا قلنا لازم نسجل الوحدات والاصناف لانه راح نختار من الاصناف والوحدات اللي موجودة سعر الشراء مثلا انا اشتري ب ثلاثة ريال ونص سعر البيع راح يكون مثلا بخمسة ريال حساب المصاريف راح يكون على حساب تكلفة البضاعة المباعة وحساب المبيعات على ايراد المبيعات والخدمات الضريبة راح تكون اللي هي ضريبة اللي في المملكة العربية السعودية ضريبة لقيمة المضافة خمساش بالمية لو كان عندنا باركود راح نضيفه هل هو او شي نوع المنتج عبارة عن منتج وهل هو منتج نقاط البيع راح نحدد اذا كان نعم او لا ممكن نضيف عدد يعني كبير من المنتجات بعدها نسوي حفظ بعد كده نختار الملف ونختار هنا البرودكت ابلوت تابلت ونسوي امبورت وزي ما اللاحب عندنا هنا راح يتم اضافة المنتج الدقيق البور زي ما اللاحب من ضمن الاطعمة وهذا سعر الشراء وسعر البيع والكمية وهو مخزون منتج نقاط البيع هذا بالنسبة لاستيراد المنتجات لو حبينا نسوي تصدير للمنتجات نضغط على تصدير المنتجات نختار منتجات النشطة او المؤرشفة او الجميع المنتجات عندنا هنا المنتجات النشطة راح يتم تصديرها بصيغة الاكسل زي ما اللاحب الرقب التسلسلي الاسم بالعربي والانجليزي النوع البركود وصنف المنتج وهل يشتروا وسعر الشراء وهل يباع وسعر البيع والكمية والمخزون واذا كان منتج نقاط بيع راح نشوف الان طريقة اضافة المنتجات عندنا هنا راح نضغط على انشاء المنتجات والتكاليف نختار النوع وبعدها يتم اضافة المنتج نستعرض مع بعض من المنتجات اللي موجودة عندنا عندنا هنا نوع المنتج لما نستعرضه طبعا راح يتم اضافته بالشكل هذا نضيف الاسم بالعربي نضيف مثلا الاسم بالانجليزي الرقم تسجل طبعا هنا لما يكون عندنا المنتج تم استيراده زي ما صار معنا قبل شوي ما في الاضافة الاسم بالانجليزي فنحنا ممكن هنا نضيف الاسم بالانجليزي نحدد الصنف الوصف ووحدة القياس البركود ممكن نضيف باركود فنحط هنا توليد باركود عشوائي او اني ادخل البركود بشكل يدوي بناء على البركود اللي موجود على المنتج بعدها راح يكون عندنا هنا اذا كان هذا المنتج مخزون مخزون فيباع ويشترى عندنا حساب المبيعات اراد المبيعات والخدمات حساب المصرفات على تكلفة البضاعة المباعة واذا كان منتج نقاط البيع واذا كان هذا السعر الشامل الضريبة او لا والحقول الاضافية اللي تم اضافتها في قسم الاعدادات ممكن نضيف صورة للمنتج وممكن نسوي تحويل للوحدات طبعا فكرة تحويل الوحدات رح نستعرضها في منتج اخر او نوع منتج اخر بعدها رح نسوي حفظ وبيتم اضافة المنتج ننتقل الى المواد الاولية وعندنا هنا في المواد الاولية رح يتم اضافة الاسم بالعربي والانجليزي الرقم التسلسلي الصم وحدة القياس طبعا اذا تم استخدام المنتج خلاص ما نقدر نعدل على الوحدة ولا الصف عندنا هنا البركود الضريبة المنتج مخزون سعر الشراء وحساب المصروف زي ما نلاحظ عندنا فقط سعر الشراء لاني ما ابيع المواد الاولية فقط ادخلها في تجميع المنتج المجمع فكرة تحويل الوحدات لما يكون عندي منتج انا اشتري بكمية كبيرة وابيع بكميات صغيرة مثلا زي ما نلاحظ عندنا هنا نشتري صندوق عندنا هنا نشتري صندوق واحد او نشتري احنا بالدرجل فالوحدة الصغيرة نحطها في وحدة القياس مثل القطعة والوحدات الكبيرة نحطها هنا في تحويل الوحدات عندنا الدرجل يساوي في 10 قطعة سعر شراء الوحدة 200 ريال بما انها مادة اولية فبالتالي ما لها سعر بيع بعد كذا نسوي حفظ وراح يتم اضافة المنتج المجمع رح ننتقل اه عفوا يتم اضافة المادة الاولية ننتقل للمنتج المجمع ونشوف عندنا هنا السلة الرمضانية يتم التعديل عليها الاسم بالعربي والانجليزي الرقم التسلسلي الصف وحدة القياس البركود اذا كان عندنا تحويل للوحدات هل المنتج مخزون وعندنا سعر البيع لانه المنتج المجمع انا اجمع من مواد اولية من منتجات من خدمات بعد كذا ابيعها فما عندنا سعر شراء لها حساب المبيعات يكون على ايراد المبيعات والخدمات وحساب التكلفة على تكلفة افضاع المباعة بعد كذا عندنا تفاصيل تجميع المنتج فانا هنا اضيف جميع المنتجات سواء كان منتج او كان مادة اولية زي ما نلاحظ عندنا هنا كلها كانت منتجات اقدر ابيعها لحالها الا السلة انا كالسوبرماركت ما ابيع سلة مثلا لحالها لكني ادخلها في تجميع المنتج المجمع اللي هي سلة رمضانية فانا ضبطها في المواد اللقشطة اربعة الملح اثنين وغيرها بعد كذا طبعا يكون محدد السعر للسلة كاملة وبعدها نتم حفظ المنتج المجمع ويصير عندنا امكانية لتصنيعه في اوامر التصنيع نستعرض مع بعض الخدمات عندنا مثلا خدمة التوصيل عندنا هنا الاسم بالعربي والانجليزي الصنف الرقم التسلسلي وحدة القياس طبعا كل البيانات في الاعلى متشابهة عندنا فقط هنا سعر البيع لانها خدمة انا اقدمها فما في لها سعر شراء فبتالي عندنا هنا فقط سعر البيع وبعد كذا يتم حفظ الخدمة اخر شي عندنا بالانواع اللي هو المصفوف مثلا عندنا هنا المحروقات او البنزين عندنا الاسم بالعربي اللي هو الانجليزي الرقم التسلسلي الصف وحدة القياس عندنا باللتر سعر الشراء ريالين ونص لللتر الواحد حساب المصروف هنا طبعا اكيد ما رح يكون على تكلفة البضاعة المباعة زي باقي المنتجات لانه هذا مصروف فانا رح احمله على المصروف المناسب للمصروف نفسه فعندنا هنا محروقات رح يكون على مصروف نقل ومواصلات لو كان عندنا مثلا تجديد اقامات رح يكون عندنا هنا نختار على حساب مصروف تجديد اقامات لو كان عندنا تجديد السجل التجاري مصروف ايجار تأمينات طبية او غيرها من المصاريف بناء على الاسم المصروف رح يتم اختيار حساب المصروف حتى يتم يعني يتأثر معنا الحساب مجرد ما يتم شراء هذا المصروف بعدها رح يتم حفظ المصروف ويصير موجود عندنا في البرنامج هذا بالنسبة لإضافة المنتجات طيب انا ابقى استعرض منتجات عندنا هنا مثلا الدقيق الكويتي نستعرض مع بعض الدقيق الكويتي عندنا هنا زي ما نلاحظ اللي هو نشوف تحركات المخزون عندنا في الرياض فرع الندى عندنا قيد يدوي تم إضافته بقيد يدوي بعد كذا صار له أمر تصنيع فنقص منه عشر وحدات وبيقى عندنا عشر وحدات طبعا عندنا إمكانية لتصدير تحركات المخزون اكسل او بيدي اف عندنا المعاملات الأخيرة لو تم بيع او شراء التحركات الداخلية لو تم نقل او جرد للمخزون تحويل الوحدات لو كان في تحويل الوحدات وعندنا المنتج المجمع لو هو منتج مجمع راح يظهر للمواد اللي تندرج داخله هذا بالنسبة لتحركات المخزون لو أرجع للمنتجات والتكاليف عشان نسوي نقل او جرد للمخزون بالنسبة لنقل المخزون نضغط على نقل المخزون إنشاء نقل مخزون بعد كذا راح نختار الموقع اللي بيتم النقل من خلاله مثلا راح أنقل من فرع الخبر إلى الدمام نختار حساب النقل المؤقت عندي حساب المخزون تحت التصنيع أو المخزون التاريخ تاريخ اليوم وراح نقول نقل منتجات نختار المنتج اللي راح أنقله مثلا عندنا هنا البطانية عندنا أربعة وحدات في الخبر وستة في الدمام مثلا كان في طلب أن يكون في عشر وحدات فأنا بنقول كل الكميات اللي في الخبر للدمام فأحنا نحط راح نقول أربعة زي ما اللحظ صار عندنا هنا صفر والموقع في الدمام صار في عشرة لأنه في طلبية عليه طيب بعد كذا راح نسوي إرسال أو إرسال واستقبال احنا راح نسوي إرسال ومتما ما تم استلام المنتج في الدمام راح نضغط على علامة الصح يعني أنه تم الاستقبال وبكذا تم نقل المخزون هذا بالنسبة لنقل المخزون راح ننتقل الآن إلى جرد المخزون إنشاء جرد للمخزون نختار الموقع اللي راح أسوي فيه جرد مثلا المركز الرئيسي حساب الإيراد لكمية زائدة راح يكون على حساب الإيرادات الأخرى وحساب التكلفة للكمية الناقصة راح يكون على البضاعة التالفة أو الناقصة نسجل للتاريخ والوصف جرد مخزون مثلا قام به الموظف إبراهيم راح يتم إضافة المزيد ونختار المنتجات مثلا عندنا هنا البطانية عندنا أيضا عندنا الألعاب اللغز الطفل أيضا عندنا هنا آخر منتج راح يتم إضافة مثلا اللي هو ألعاب الشاطئ الكمية الفعلية لما نحسب مثلا البطانية موجودة وحدتين ألعاب لغز الطفل كانت وحدة واحدة لأنه في وحدة خربانة الألعاب الشاطئ عندنا هنا اكتشفنا أنه موجود عندنا أربعة وحدات وليس ثلاثة فعندنا واحد بالزيادة واحد بالنقصان واحد بنفس الكمية بنشوف أثرها في دفتر القيود بعدها نسوي حفظ وموافقة وكذا تم عمل الجرد هذا بالنسبة لقسم المنتجات والتكاليف كامل تعرفنا عن المنتجات والتكاليف والمواقع راح ننتقل إلى أوامر التصنيع نقوم بعمل إنشاء أمر تصنيع نختار التاريخ تاريخ اليوم الموقع الموقع لازم يكون بنفس المواقع اللي موجود فيها المواد عشان يكون عندي إمكانية لعمل التصنيع حساب التصنيع على حساب المخزون تحت التصنيع وراح نقول مثلا تصنيع سلة رمضانية نقوم بإضافة المزيد عندنا هنا في المنتج المجمع عندنا سلة رمضانية راح نقول الكمية المطلوبة لو أحط اثنين يقول الكمية غير متوفرة نحط واحد أيضا الكمية غير متوفرة فنحن نرجع للمنتجات ونشوف عندنا أشي اللي ما فيها كمية احنا ممكن نضيف كمية من المنتجات في الأرصد الافتتاحية أو نقوم بالشراء خلينا نسوي أمر تصنيع لمنتج ثاني فنغير الفرع اللي عندنا مثلا عندنا هنا فرع الدم راح نقوم بإضافة المزيد عندنا هنا خاتم ذهب أبيض وحجر أزرق راح نقوم هنا التصنيع خاتم ذهب الكمية الكمية مثلا عندنا هنا كميتين نلاحظ أنه تم الإضافة لأنه عندنا كمية من الحجر الأزرق وكمية من الذهب الأبيض في هذا الفرع طبعا لو أغير الفرع راح تكون عندي هنا الكمية غير متوفرة أما نضغط على بدء العملية أو بدء وإكمال أو حفظ كميس وده نحط بدء وإكمال كذا تم التصنيع صار عندنا هنا إمكانية لبيع خاتم ذهب أبيض بحجر أزرق هذا بالنسبة للمنتجات والتكاليف ننتقل لقسم المشتريات ونشوف عندنا طريقة إضافة الموردين طبعا مجرد ما نضغط على الموردين راح نضغط على إضافة مورد أو نختصرها بإضافة مورد من الجانب عندنا هنا المطلوب الوحيد والأساسي هو اسم المورد وما تبقى فهو لتكوين قاعدة بيانات عندنا هنا المعلومات الإضافية اللي أضفناها في الحقول الإضافية في الإعدادات وعندنا هنا عنوان الفوترة فإحنا ممكن نقوم بإضافة مورد مثلا عندنا المورد يوسف علي عندنا هنا رقم الاتصال وممكن نسجل بريد أو لا نحط اسم المنشأة مثلا هو في مثلا الصندوق الأسود عندنا هنا ممكن إحنا لما نتعامل مع المورد هذا مثلا كشخص غير خاضع للضريبة لكن لما يكون عندي كمنشأة خاضع للضريبة يعني هنا بما أنه يوسف علي في المنشأة الصندوق الأسود إذن أكيد الصندوق الأسود عندهم رقم ضريبي فأنا أحط الرقم الضريبي الخاص بهم وبعدها نحط مثلا عنوان الفوترة ونحدد إذا كان هذا عميل النقدي أو بالآجل وهل هو مورد محلي أو دولي بعدها نسوي حفظ وراح يتم إضافة المورد بالنسبة لأوامر الشراء رح يتم الضغط على أوامر الشراء بعدين إنشاء أمر شراء نختار المورد مثلا عندنا هنا وست بعدها تاريخ الإصدار اللي هو اليوم شروط الدفع مثلا زي ما قلنا بعد ثلاث أيام رح يكون عندي تاريخ الانتهاء في 31 ثلاثة نختار الموقع عندنا هنا نختار بعض المنتجات عندنا هنا طاولة الطعام عندنا هنا طاولة الطعام ست كراسي في عندنا وحدة واحدة نحن نبقى كمان وحدة ف ب 2070 ريال هو السعر اللي أنا دائما أشتري هو 1800 طيب أنا أبقى خصم من هذا المورد فأنا رح أطلب منه أن يكون فيه خصم فأنا بأحط أمر شراء من عندي فأنا أبقى أخصم مثلا 100 ريال طبعا رح يطلع عندي هنا 1955 شامل الضريبة بعد كذا رح نسوي حفظ وموافقة ويكون عندنا هنا أمر شراء موافق عليه رح يكون عندي إمكانية استعراضه أو طباعته أو تحميله PDF أو نسخ أمر الشراء أو إرساله إيميل إلى المورد مثلا أنا أرسله للمورد بعد ما أرسلته للمورد أنا ممكن أحول الفاتورة أو ألغيه في حال لم يتم الموافقة عليه أو أحذفه فأنا مثلا خلاص تم الموافقة عليه من قبل المورد فرح أحول الفاتورة نضغط على أيقون التحويل لفاتورة زي ما نلاحظ عندي هنا كل شيء صار موجود عندنا فقط نختار الموقع نتأكد منه أنه جدا للأثاث عندنا وحدة ونشتري وحدة القيمة زي ما نلاحظ 1955 لو بأدفع مثلا عربون نجي هنا عند السندات نختار الحساب مثلا رح يتم دفعه من حساب عهدى نقدية للموظف محمد اللي هو في قسم المشتريات بعد كذا نختار التاريخ والقيمة طبعا ما رح تكون إجمالية مثلا رح نتبع 500 ريال بعدها رح نسوي حفظ وموافقة كذا صار عندنا هنا فاتورة مدفوعة جزئيا طيب لو مثلا أنا أبغى أسترجع المنتج أو أبغى أسترجع منتج ثاني موجود عندنا من قبل عندنا هنا عدة منتجات خلينا نقول أبغى أسترجع هذه الفاتورة فنجي هنا نضغط على أو نعرف اسم المورد ورقم الفاتورة عندي فاتورة رقم 140 نروح للإشعارات المدينة إنشاء إشعار مدين وبعدها نختار المورد اللي هو وست الم الفاتورة عندي كانت 140 بعد كذا رح يفتح لي كل التفاصيل أنا أبغى أسترجع وحدة واحدة وكان قيمتها 1955 بعدها رح نسوي حفظ وموافقة طبعا عندنا هنا إشعار غير مستعمل فإحنا رح نخليه مستعمل طيب إحنا كنا دافعين جزء وجزء غير مدفوع فالجزء الغير مدفوع إحنا بنسوي له تخصيص للإشعار المدين نختار الفاتورة 140 ونحط المبلغ طبعا لو بحط 1955 كاملة ما رح يرضى معي لأنه أنا 500 ريال كد دافعتها كاش فإحنا رح نخصم 1955 رح نخصم منها 500 ريال ورح نحط المبلغ المتبقي اللي هو 1455 ونسوي حفظ كذا صار عندي مستعمل جزئيا أنا استرجعت عفوا خصصته المبلغ الغير مدفوع باقي جزء المبلغ المدفوع رح نسوي له إرجاع أموال فعندنا هنا إفونة إرجاع الأموال رح نضغط عليها رح نختار الحساب اللي رح أرجع من خلاله المبلغ مثلا رح أرجع أنا بحوالة مثلا بنك البلاد فالتاريخ عندنا اليوم 500 ريال وبعدها نسوي حفظ وبكذا صار عندنا مستعمل نرجع لفواتير المشتريات رح نشوف عندنا هنا إنه تم استرجاع الفاتورة ونوضح لإنه مرتبطة بإشعار مدين طيب أنا أسوي فاتورة جديدة بدون أمر الشراء رح نفس طاولة الطعام عند مفروشات المطلق بسعر أقل فإحنا نجي هنا عند مفروشات المطلق رح يكون مثلا طبعا في نفس الفرع في جدا للأثاث عندنا هنا طاولة الطعام إحنا لقينا أساسا سعرها بـ 1500 ريال بدون يعني عليها عرض بدون أمر شراء بدون أي شي فإحنا عندنا هنا رح تكون أكيد أرخص لنا وإحنا ممكن ندفعها بالكامل فنختار الحساب رح يكون نفس الموظف اللي دفع له عهد نقطية الموظف محمد بتاريخ اليوم بالقيمة الإجمالية كاملا سوي حفظ وموافقة وبكذا رح تكون عندي الفاتورة مدفوعة طيب أنا لو أبغى أدفع مثلا عندنا هنا أمازون لو نلاحظ فاتورة موافقة عليها ما هي مدفوعة بالكامل عندنا 200 ريال تاريخ الاستحقاق في 11 ثلاثة إحنا تأخرنا فبالتالي أبقى أسوي سند طبعا نحن لما نجي ندفع عندنا أكثر من الطريقة ممكن أني أدفع من أيقونة الدفع اللي موجودة عندي هنا جنب الحساب نختار الحساب مثلا من خلال بنك البلاد بتاريخ اليوم رح أدفع مثلا 50 ريال ونسوي حفظ هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية أني من سندات الموردين رح أقوم بإضافة أو إنشاء سند مورد نختار الجهة عندنا هنا أمازون زي ما لاحظ قال لأنه عنده فاتورة باقي فيها مبلغ لم يحصل 150 ريال نختار الحساب عندنا هنا بنك الراجحي التاريخ اليوم والمبلغ مثلا 100 ريال ممكن نحط تخصص السنة التلقائيا حسب أقدمية الفواتير فراح يتم دفع 100 ريال زي ما لاحظ عندنا هنا مستعمل نرجع للفاتورة راح نشوف الفاتورة هذه عندنا هنا أمازون مدفوعة جزئيا باقي لها 50 ريال طيب باقي 50 ريال عندنا الطريقة الأخيرة لإضافة السند أني أضيف السند لهذا المورد طبعا نختار الحساب نختار المبلغ والتاريخ مثلا كمان 100 ريال لكن ما رح أخصصها رح نسوي حفظ وموافقة فإحنا رح نحفظ يكون عندي غير مستعمل نرجع الفواتير المشتريات ما رح يكون مدفوع 50 ريال هذه مثلا في حال أنا دفعت السند قبل لأحصل على المنتج أو يعني دفعته بس باقي يعني يوصلني يعني تاريخ التوريد لسه ما رح موليوم مثلا متى ما استلمته رح نيجي هنا عند دفع ونختار على استخدام سند سابق يقول لي فيه سند نحن دافعينه بقيمة 100 ريال المبلغ الباقي 50 ريال نسوي حفظ وكذا رح يكون عندي الفاتورة مدفوعة بالكامل هذه أمازون صارت مدفوعة طيب بالنسبة للمبيعات إضافة العملاء رح يكون بنفس الطريقة نضيف اسم العميل نضيف ممكن رقم الاتصال الإيميل عنوان الفاتورة زي ما نلاحظ ممكن نضيف فقط اسم العميل وبعدها نسوي حفظ كمان عندنا طبعا المعرفات الإضافية للعميل من المتطلبات المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية فعندنا هذه المعرفات الإضافية ممكن نضيفها ممكن نضيف عرض السعر نختار العميل عندنا العميل إبراهيم تاريخ الإصدار اليوم شرط الدفع كمان رح يكون بنفس اليوم نختار الموقع اللي هو مثلا جدة للأثاث نختار المنتج عندنا هنا كرسي الاسترخاء أو كرسي عندي جلد جملي عندنا هنا قطعة واحدة احنا رح نبيعها بالكامل ف أو العميل دفعها بالكامل عند بما عندنا طبعا لسه عرض السعر فنقدم خصم مثلا للعميل بالنسبة مثلا 10% فنحن عندنا خصم 10% فالقيمة الإجمالية رح تكون 2250 ريال بعدها رح نسوي حفظ وموافقة نفس الطريقة يكون عندنا يعني نفس طريقة أوامر الشراء رح يكون عندنا إمكانية لاستعراض الطباعة التحميل النسخ الإرسال التحويل الفاتورة والإلغاء والحد مثلا عندنا هنا ما وافق عليها العميل ما وافق على عرض السعر فبالتالي إحنا رح نقول إنه هذا عرض ملغي فنحط على إلغاء خلاص رح يكون عندنا عرض السعر ملغي طيب مثلا أنا أقدم نفس العرض للعميل الثاني رح نسوي نسخ مثلا جانا عميل ثاني وأنا عندي نفس العرض نسوي نسخ محمد بعدها طبعا نختار الموقع اللي هو جدة للأثاث الباقي عندي هنا نفس التفاصيل فنحط حفظ وموافقة عندنا هذا العميل مثلا نوافق عليها فبحول هالفاتورة نحط تحويل لفاتورة طبعا نختار الموقع اللي هو جدة للأثاث وبعدها ممكن يكون الدفع كامل أو نخليها مثلا موافقة عليها لسه ما دفع نسوي حفظه موافقة عندنا هنا العميل محمد اشتراه ولسه ما دفع ولا دفع عربون ولا شي بعدها حاب أنه يسترجع هذا المنتج راح نضغط على استعراض الفاتورة عندنا ننزل للأسفل عندنا هنا إرجاع الفواتير نضغط على إرجاع الفاتورة راح يكون عندنا هنا وحدة واحدة لو نلاحظ الكرسي بقي عندي ثلاث وحدات لأنه وحدة أنا بعتها لمحمد بعدها راح نسوي حفظ وموافقة وبعدها وبعدها راح راح نضغط على تخصيص الإشعار الدائن لأنه أساسا إحنا ما دفعنا أو العميل ما دفع لنا ولا شي المبلغ المراد إضافته 2250 ريال إحنا ممكن بس نتأكد من الرقم الفاتورة المسترجعة إنه كم رقمها 184 طيب تمام بعدها نسوي حفظ طيب كذا صارت مستعملة نرجع لفواتير المبيعات وصار عندنا هنا الفاتورة مرتبطة بإشعار دائن طيب في حال أنا أبغى أسوي فاتورة مبيعات جديدة رح نضغط على فواتير المبيعات نختار اسم العميل مثلا عندنا علي أحمد نختار هنا الموقع مثلا عندنا المركز الرئيسي بعد كذا عندنا هنا بطنية قطن مثلا سعرها زايد في هذه الأيام فمثلا سعرها ب 45 ريال بعدها صار عندي المجموع شامل ضريبة 51 ممكن هذا العميل يدفعها بالكامل أو ممكن يدفع جزء منها نختار الحساب اللي رح يدفع من خلاله مثلا ندفع للموظف إبراهيم بتاريخ اليوم وبكامل المبلغ بعدها نسوي حفظ وموافقة وبكذا تم بيع منتج على العميل علي أحمد بالنسبة لي سندات العملاء نفس الفكرة فإحنا ممكن نضيف سند للعملاء مثلا نشوف عندنا هنا العملاء اللي عندهم فواتير موافقة عليها عندنا هنا ثلاث فواتير عندنا عميل جملة بقيمة 34500 أبغى ضيف سند للعميل عندنا هنا عميل الجملة زي ما نلاحظ قال عنده فاتورة بقيمة 4300 راح نقول عندنا هنا راح يدفع من خلال بنك الراجحي تاريخ اليوم سند بقيمة 10,000 ريال ممكن أنا أجي أضغط هنا وأحط أنه السند كامل 10,000 ريال على هذه الفاتورة ونسوي حفظ كده كده صارت عندنا هنا مستعملة لو نرجع لفوتير المبيعات راح نلاحظ عندنا هنا مرة ثانية نشوف عندنا موافق عليها نسوي بحث عندنا هنا فاتورتين للفوتير المبيعات 22,000 أو 80 ريال نشوف عندنا هنا سندات العملاء صارت مستعملة بالكامل اللي هي 10,000 ريال طيب هذا بالنسبة لسندات العملاء وطريقة إضافة العملاء والمبيعات راح ننتقل آخر شيء إلى قسم التقارير راح نتعرف على بعض التقارير اللي موجودة قائمة الدخل الميزانية العمومية ميزان المراجعة قائمة التدفقات النقدية دفتر القيود عشان نشوف جرد المخزون عندنا هنا المبيعات والمشتريات مواقع المنتجات كشف الحساب نموذج الإقرار الضريبي مثلا فواتير المبيعات الضريبية والإشعارات الدائمة الضريبية راح نستعرض الآن مع بعض أول شيء في قائمة الدخل قائمة الدخل هي اللي توضح لنا الإيرادات والمصرفات فتوضح لنا في النهاية صافي الربح طبعا عندنا إمكانية هنا لتحديد التاريخ ممكن أقارنها بفترة سابقة يعني مثلا الشهر الماضي خلال ثلاث فترات أبغى أشوف من بداية السنة إلى اليوم قائمة الدخل فكذا أنا راح يظهر لي من 31 و و 28 و و 31 و 33 فأنا أشوف صافي الربح عندي فعندي هنا 310 عندي 744 وعندي في شهر 3530 إذن واضح أنا لو أبغى أسوي فحص لمبلغ الإرادات المبيعات والخدمات نضغط عليها فنضغط على فحص راح نعرف مين العملاء اللي دفعوا للمبلغ وزي ما نلاحظ عندي هنا 12,788 العميل خالد عندي هنا أعلى مبلغ من عميل الجملة 30,000 في الفروع والمخازن أكثر فرع أنا بعت فيه اللي هو فرع الدمام بقيمة 55,000 عندنا خاتم الذهب الأبيض بقيمة 50,580 ريال عندنا إذا كان فيه مرتبط بمشروع عندنا هنا 10,400 جاتني ربح من مشروع تأثيث شليه بجدة أما الباقي من المنشأة نفسها آخر شيء عند المستندات يوضح أنه فواتير المبيعات اللي أنا أصدرتها خلال هذا الثلاث شهور كانت قيمتها 121,000 لكن كان فيه منهم مرتجعات فعندنا إشعارات دائنا بقيمة 25,000 طيب أنا لو أبغى أشوف مثلا أبغى أسوي تحليل متقدم أبحث أني أبغى أشوف قائمة الدخل في موقع محدد فني جي هنا نحط على الفروع والمخازن نختار الفروع مثلا أنا أبغى فروع الرياض كاملة فعندنا هنا المركز الرئيسي الرياض فرع الندى الرياض واحد الرياض مخرج 15 فعندنا هنا هذه فروع الرياض نسوي بحث فعندنا هنا قائمة الدخل الخاصة بالمنطقة الوسطى فاللاحظ عندنا هنا ما في صف ربح إنما خسارة بقيمة 28,000 الرياض فاللاحظ عندنا هنا التكاليف التشغيلية عبارة عن 44,000 بسبب الرواتف والرسوم الإدارية والأرباح عندنا 15,000 فعندنا هنا الرواتب أعلى من الربح فبتالي صار عندنا هنا خسارة طيب لو أنا أبغى أسوي مقارنة بين هذه الفروع أو مثلا أبغى أسوي مقارنة بين البائعين اللي عندي حيث أني أبغى أشوف أحدد عمولة البائعين عند نوع البعد نختار اسم البائع وبعدها عبدالله ما باع مشاعل ما باعت عندنا خالد عمر وابراهيم محمد هم اللي باعوا عندنا هنا المبيعات 2600 وعندنا ابراهيم محمد 22000 لو أحسبها بناء على صاف الربح رح نشوف صاف الربح اللي موجود عندنا هنا طبعا مع امكانية التصدير اكسل أو بدئ الميزانية العمومية نفس الفكرة في التحليل المتقدم بناء على نوع التصفية أو نوع البعد ممكن ابحص المبلغ عندنا هنا ممكن نقارن بفترة سابقة ممكن اني اختصرها بالمستوى الثاني فقط حيث اني يكون عندي ميزانية عمومية مختصرة زي ما اللاحظ او مثلا نخليها المستوى الثالث فبتكون عندي هنا الميزانية مختصرة بدل ما يكون فيها جميع التفاصيل طبعا الميزانية العمومية توضح لنا الاصول الالتزامات وحقوق الملكية بحيث انه يتساوى الطرف الدائن مع الطرف المدين فاخر شي عندنا هنا رح يوضح لنا الارباح المبقى وقيمة الارباح المبقى اللي موجودة عندنا ميزان المراجعة رح يوضح لنا الرصيد الافتتاح للحساب والحركة هل هو مدين او دائن صافي الحركة اللي هو عبارة عن المدين ناقص الدائن والرصيد الختام اللي هو عبارة عن الرصيد الافتتاح زائد صافي الحركة فعندنا هنا التفاصيل لميزان المراجعة مثلا عندنا العملاء والمردين وحين عندنا هنا بالمدينون والدائنون فاحنا لو نظهر التفاصيل لهم نضغط على إظهار الحسابات التفصيلية للعملاء والمردين والموظفين فاللاحظ عندنا المدينون صار تحت أسماء العملاء بالنسبة للأصول الغير متداولة اللي هي الأصول الثابتة بانت عندي هنا التفاصيل عندي هنا الدائنون وبانت التفاصيل وكمان اللي هو الموظفين فبانت عندنا هنا الموظفين طبعا مع إمكانية تصدير هذا التقرير اكسل او بي دي اف قائمة التدفقات النقدية رح توضح لنا التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ومن الأنشطة الاستثمارية والأنشطة التمويلية بحيث يحسب لي النقد وما في حكمه فيوضح للنقد الداخل للشيء المنشأة والنقد الخارج منها فعندنا هنا نصافي التغير في النقد وما في حكمه آخر شيء النقد وما في حكمه ومن وإلى مع إمكانية التصدير اكسل او بي دي اف والتحليل المتقدم والتصفية او المقارنة في نوع البعد هذا بالنسبة لقائمة التدفقات النقدية في دفتر القيود كل عملية انا اسويها في المنشأة رح تنعكس معي في دفتر القيود سواء القيد يدوي سواء النقل للمخزون او جرد للمخزون او اوامر التصنيع او غيرها اللحظ عندنا هنا في جرد المخزون اللي سوينا اخر شيء عندنا هنا جرد للمخزون اللحظ عندنا جرد المخزون فعندنا هنا الحساب اللي كان نفس القيمة اللحظ او عندنا هنا اللي كان بنفس القيمة ظهر لي صفر في البضاعة التالفة والناقصة وصفر في حساب المخزون وطبعا عندنا المخزون دائن اما اللي نقص كان عندنا هنا بضاعة التالفة والناقصة مدين بقيمة المنتج اللي ناقص وبالدائن عند المخزون اما بالنسبة لل منتج اللي زاد فعندنا المخزون مدين لانه زاد وعندنا هنا الإيرادات الأخرى زادت بـ 30 ريال في الدائن النقل المخزون جرد المخزون سندات الصرف اللي أضعفناها أمر التصنيع اللي سويناه لإشعارات المدينة فواتير المشتريات الفواتير اللي لاحظ عندي هنا الفواتير المشتريات يوضح لي الدائنون بعدها في التفاصيل وموضح لي مين هو اسم المورد عندنا سندات الصرف فواتير المبيعات كل عملية سويناها ظهرت معنا حتى القيد السهل ووضح لي أنه بنك البلاد هو المدين والنقلية في الخزينة اللي لما سوينا إيداع هو الدائن فجميع التفاصيل تظهر معنا مع إمكانية طباعة هذا القيد وإمكانية تصدير التقرير كامل إكسل أو بدئه ملخص المبيعات والمشتريات رح يوضح لنا متوسط سعر الشراء للمنتج الكمية اللي تم شراءها ومتوسط قيمة المرتجعات والكمية اللي تم إرجاحها طبعاً هنا الظاهر معي بسبب البيع فإحنا لو نحط فقط المشتريات ونسوي بحث رح يظهر معنا هنا المنتجات اللي تم شراءها عندنا هنا تم شراء عطر ديور بقيمة 550 كمية واحدة بعدها تم استرجاحها عندنا كرسي استرخاة اشترينا اثنين بعدها تم استرجاع وحدة واحدة وهكذا بالنسبة لباقي المنتجات نفسي شيء عندي هنا لو بقى استعرض المبيعات مثلاً عندنا هنا المبيعات وحطينا هنا المبيعات متوسط سعر البيع الكمية اللي اشتريتها والكمية اللي رجعتها طيب لو أبقى المنتجات الغير مخزونة نضغط على إظهار المنتجات الغير مخزونة نلاحظ عندي تنسيق حفلات تصوير أطفال هذه ظهرت لما ما كان عندنا هنا المنتجات المخزونة ما في عندنا التنسيق لأن هذه عبارة عن خدمات فهي أشياء غير مخزونة طبعاً مع إمكانية تصدير Excel أو PDF تقرير مواقع المنتجات رح يوضح لنا موقع كل منتج أو الكمية اللي متوفرة لكل منتج في كل موقع أما أني أظهر موقع واحد فقط فيظهر لي المنتجات اللي موجودة في هذا الموقع أو أني أضغط على إظهار الكل بحيث أني أظهر لي جميع المنتجات وجميع المواقع ويوضح لي كل منتج والكمية اللي متوفرة في الفرع فمثلاً عندنا هذا المنتج عندنا عشر وحدات في الدماء عندنا أيضاً خمس وحدات في جدة عندنا وحدة واحدة في المركز الرئيسي وخمسة عشر وحدة في الرياض فرع الندى ومجموع الوحدات اللي موجودة عندنا واحد وثلاثين منتج وهكذا بالنسبة لجميع المنتجات مع إمكانية التصدير Excel أو PDF كشف الحساب ممكن من خلاله نسوي كشف حساب لعميل معين أو مورد معين فمثلاً عندنا هنا كشف الحساب بناءً على حساب المدينون اللي هما العملاء بعد كده نختار في نوع التصفية العملاء ونختار اسم العميل مثلاً عندنا هنا العميل علي إبراهيم نسوي بحث رح يظهر معانا كشف الحساب الخاص به الرصيد الافتتاحي عندي بقيمة 3950 عندنا سندات قب خواتير مبيعات أيضاً سندات الصرف إشارات الدائمة كلها رح تظهر معانا وآخر شيء رح يوضح لي صافي الحركة والرصيد الختامي وهل أنا أطالب العميل أو هو دفع لي أكثر من اللي أنا قدمته له من منتجات فبناءً عليه رح يطلع عندي هنا بالموجب أو بالسالب مع إمكانية التصدير إكسل أو بي دي اف وكمان عندنا أيضاً إمكانية لعمل كشف حساب للموردين بحث أن يختار حساب الدائنون ونحط الموردين ونختار اسم المورد وعمل تحليل متقدم بحيث أني أقوم بالفلترة بناءً على نوع التصفية اللي موجود عندنا هنا أو غيره عندنا هنا نموذج الإقرار الضريبي مجرد من حدد نوع الفترة هل هو شهري أو ربع سنوي مثلاً عندنا ربع سنوي الربع الأول نختار السنة عشرين ثلاثة وعشرين ونسوي بحث رح يظهر معانا نموذج الإقرار الضريبي المبيعات التعديل يوضح الإشارات الدائنة بعدين الضريبة المستحقة والمشتريات والإشعارات المدينة والضريبة المدفوعة بعد ما نخصم الضريبة المستحقة من الضريبة المدفوعة رح يظهر معانا إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة وصافي القيمة المستحقة مع إمكانية التصدير Excel أو PDF طيب أنا أبغى أبغى تفاصيل للمبيعات والإشعارات الدائنة من وين أنا أجيبها وكيف أتأكد من تفاصيلها نروح لفواتير المبيعات الضريبية نحدد الفترة أنه يكون من واحد واحد لأنه إحنا حطينا الربع الأول إلى 31 واحد ونسوي بحث رح يظهر معانا جميع الفواتير مرجع الفاتورة وصف الفاتورة عن وجد اسم العميل الرقم الضريبي له تاريخ الإصدار والاستحقاق مجموع الفاتورة ومجموع الضريبة طبعا مع إمكانية تصديره Excel أو PDF نفس الشي نروح للإشعارات الدائنة الضريبية ونحدد الفترة من واحد واحد إلى 31 ثلاثة ونسوي بحث رح يظهر معانا مرجع الإشعار الدائن الفاتورة الأصلية وصف الإشعار إن وجد اسم العميل الرقم الضريبي له تاريخ الإصدار والاستحقاق إجمال الإشعار الدائن قبل الضريبة وقيمة الضريبة ومجموع الإشعار الدائن طيب أنا أبقى أتأكد من القيم هي نفسها اللي موجودة عندي في الإقرار الضريبي نشوف فواتير المبيعات عندنا هنا مجموعة الضريبة كم مجموعة الضريبة 170330.97 هل لا نشوف عندنا هنا نحسبها 170330.97 هل لا راح نطرحها من الإشعارات الدائنة الضريبية عندي هنا قيمة الضريبة للإشعارات الدائنة عبارة عن 3800 فنرجع للألة حاسبة وطبعا إحنا عندنا هنا راح نطرحها من 3835 وربع وخمسة وعشرين النتيجة نطرح للمشتريات راح نستعرض فواتير المشتريات الضريبية والإشعارات المدينة الضريبية وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية دورتنا لهذا اليوم شكرا لكم والحضوركم يعطيكم ألف عافية لو في أي سؤال أو استفسار في خانة Q&A راح يتم الإجابة عليها اشتركوا في القناة